ستة سنوات احتاج هذا السؤال لإجابة استمعت إليها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تزور مديرية مجزر بمحافظة مأرب في إطار التحقيق في وقاع استهداف مدينة براقش التأريخية بزراعة الألغام وقصف الطيران وتفجير المنازل التي اقدمت عليها جماعة الحوثي وحليفها صالح منذ وقت مبكر خلال هذه الفترة مر اليمن بمنعطفات كان محورها انقلاب جماعة الحوثي على نظام الرئيس هادي وهو محتاج إلى تخطيط وترتيب وبينما كان الشعب اليمني يقود ثورته ضد الرئيس المخلوع مثل هذه الأيام قبل ستة سنوات كانت جماعة الحوثي حين ذاك ترتب مشروعا ارتداديا من نوع آخر الانقلاب على أي نظام قادم الذي تطلب بداية تهيئة المواقع للتمركز والانتشار وتحويلها إلى ثقنات عسكرية وحتى مقابر أيضا براقش المدينة التأريخية في محافظة معرب التي تمركزت فيها الميليشيا بعد محاولة الإطاحة بنظام الرئيس هادي وللسيطرة عليها استعانت الجماعة الانقلابية بالموالين لها من الميليشيا في المحافظة ولم تتخلص منها إلا في إبريل العام المنصرم في سياق تحرير مأرب من تواجد الميليشيا وهو أيضا ما عرضها لقصف طيران التحالف العربي الذي دمر أجزاء من المدينة الأثرية في الإطار تسببت سيطرة الميليشيا على أحد أبرز المعالم الأثرية في البلاد بحرمان الناس من زيارة المدينة أو حتى الاقتراب من أسوارها وأبعد من ذلك ذهبت الجماعة الانقلابية إلى إنشاء مقبرة في براقش خصصتها لعناصرها وحتى هذه أيضا لم تكن سوى لقيادات الميليشيا وأبنائهم